هذه أبرز العناوين القجع رداً على الإعلام الجزائرية وشأن مثال سفر لوحد البلاد ونخسر لهم القازون خالي لوزاتي يرد بطريقة لا تصدق على فوز القجع وهذا ما قالها فوز القجع علاقتي جيدة بهذا اللاعب المغربي الموهوب رغم غيابه عن المنتخب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس القجع رداً على الإعلام الجزائرية وشأن مثال سفر لوحد البلاد ونخسر لهم القازون أكد فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه لا يعير أي اهتمام لجميع الاتهامات التي توجه له من طرف وسائل الإعلام غير مغربية وتحاول ترويج نظرية المؤامرة باستعمال إسمها وقال فوز القجع في لقاء مع صفحة ساكر 212 على تويتر هل تعتقدون أنني أملك الوقت للسفر إلى بلد وتدمير العشب في ملعبها وتابع رئيس الجامعة موضحاً أنه يركز على عمله بشكل كبير للنهوض بالكرة المغربية ولا يملك الوقت لمتابعة هذه الأخبار ومشدداً على أن هذه الاتهامات لا تنبني على أرضية صلبة وتفتقر للدائل وفي بعض الأحيان حتى للمنطق خلل لزيتش يرد بطريقة لا تصدق على فوز القجع وهذا ما قالها رفض الناخب الوطني وحيد خلل لزيتش التعليق على تصريحة فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة مشدداً على أنه غير مهتم بها وقال خلل لزيتش في تصريح لصحيفة سبورت كلوب الكرواتية لا تعليق لدي في هذا الصدد ولا يهمني موضوع تصريحات القجع على الإطلاق وعن سؤال حول ما إذا كان ينوي البقاء مع المنتخب المغربية إلى غاية كأس العالم أجاب باقتضاب الوقت كفيل بالإجابة أقوم بعملي والنتائج موجودة ولا مشكلة لدي وقال فوز القجع خلال استضافته في صفحة سكر 212 بتويتر أن الوضعية الحالية تتطلب التأني والتدقيق قبل اتخاذ أي قرار وأن مستقبل وحيد خلل لزيتش حالياً لا يعني أنه سيبقى كما لا يعني أنه سيغادر وملفه قابل للنقاش وتابع القجع أن المغاربي ينتظرون من الأصود الشيء الكثير في مونديا القطار وهو ما سيجعلنا ندرس جميع الأمور التي ينبغي العمل عليها من أجل تحقيق ذلك ومن المنتظر أن تسفر الأسبوع القليل المقبل عن قرار نهائية من جامعة الكورة بخصوص المستقبل خلل لزيتش مع الأصود فوز القجع علاقتي جيدة بهذا اللاعب المغربي الموهوب رغم غيابه عن المنتخب المغربي أوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم فوز القجع أنه يرتبط بعلاقة جيدة بلاعب مغربي بارز وقرأ القجع بعلاقتي جيدة بلاعب اتحاد جد السعودي قائلا أنا دائم الاتصال بحمد الله أعتبر حمد الله لعبا مغربيا ممتازا ولديه موهبة هائلة وبالطابعة الموهبة وحدها لا تكفي للمنتخب وأضاف مشكلة حمد الله أنه مغرور وهذا الغرور الزائد لا يجب أن يكون في المنتخب المغربي نعمل على طي هذا الملف وضمان عودة حمد الله وآخرين إلى المنتخب الوطني ونحن في عمل مستمرة لإغلاق مجموعة من الملفات ولم ينسى القجع الحديث عن ملف حكيم زياش ونصير مزراوي قائلا في خرجته الإعلامية لا يمكن لأحد أن ينكر المسة والكروية الجيد لكل من زياش ومزراوي إنهما لعبان ممتازا لسه أنا من سأقولها أو أؤكدها أو أناقشها ولا أي شخص آخر لكن كما قلت في النظام في الشركة في الإدارة في الأسرة في المجتمع مجموعة من خمسون شخصا عندما يعيشون مع اللي سنوات هناك دائما مشاكل تظهر يجب تصحيحها سنصحيحها بأفضل طريقة ممكنة وبأفضل طريقة تسمح لزياش ومزراوية بالعودة من جديد لتمثيل المغرب أملاح بتصريحات متيرة جمهور الدار البيضاء الأفضل وهكذا سنواجه بلجيكا أشهد الدولي المغربي السليم أملاح لعب ستاندرد وديجة البلجيكية بالجماهير المغربية التي حضرت في لقائية بالدور الفاصلة بين المنتخب المغربي وضيفه الكونغو الديمقراطية في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وهي المواجهة التي منحت أصود الأطلس بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم 2022 وتحدث أملاح أحد أبرز اللاعبين في تشكلة المدير الفني للمنتخب المغربي وحيد خلولزاتش عن بدايته في عالم كرة القدم والأجواء الرائعة التي عاشها مع منتخب بلادها بعد ضمان بطاقة التأهل إلى المونديا لمقبل وحضوظه في التأهل عن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات بلجيكا كرواتيا وكندا وقل أملاح في حوار أجراه مع العربي الجديد بدأت ممارسة كرة القدم في فريق مونس قبل الانتقال إلى أندرليخت وموسكرون ثم التحقت بعد ذلك بنادي الساندردولياج الذي لعبت له لسنوات طويلة واستطعت أن أجد لنفسي مكانا داخل فريق عريق يضم أسماء جيدة من اللاعبين المحليين والمحترفين سلم أملاح صاحب الخمسة والعشرون عامان يعتبر من ركائز المنتخب المغربي مع المدير الفني وحيد خلولزاتش ومن أهم الأسماء التي تقدم مباريات كبيرة وتحافظ على تباتي الأداء في المباريات وحول الأجواء مع المنتخب المغربي بعد التأهل إلى كأس العالم قال أملاح عشنا أجواء رائعة وكنا مفتخرين بأنفسنا ومنتخبنا وجماهيرنا وكان كل شيء رائعا هناك هذه اللحظات تبقى استثنائية وجميلة بالنسبة إلي وإلى جميع اللاعبين ولن تمحى من ذاكرتنا الرياضية لقد وضعتنا القرعة في مجموعة مفتوحة وحضوضنا قائمة لضمان التأهل إلى الضور الموالية نملك فريق رائعنا ولا نخشى أي منتخب سواء تعلق الأمر ببلجيكا أو أي منتخب آخر ونحب مواجهة منتخبات كبيرة لنؤكد لها كفاءتنا وقدرتنا التي نتمتع بها ونقدم أفضل ما لدينا لإستعاد جماهيرنا بكل تأكيد سأعيش حماسة مضاعفة عند مواجهة الشيطان الحمر إذ أن بلجيكا هي البلد الذي رأيت فيه النور وترارعت فيها الذي أصدقاء في الفريق يلعبون للمنتخب البلجيكي وعندما وضعتنا القرعة في مجموعة واحدة تلقيت مجموعة من الرسائل من أصدقاء بلجيكيين لهذا سيكون الأمر رائعا عند مواجهتهم وسنعمل على أن نظهر لهم إمكاناتنا وقدرات منتخبنا وحول علاقتهم مع المدير الفني وحيد خالي لزيتش قال أملاح تربط بالناخب الوطني علاقة جيدة بحكم أنه يحرص على مساعدة اللاحبين ويعجبه الحديث معهم عن مشاكلهم لإيجاد الحلول وقد حقق نتائج جيدة رغم الانتقادات الكبيرة التي تواجهها وفي كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون لم نكن نستحق الخسارة أمام المنتخب المصري جزئية بسيطة هي التي حصلت الأمور للأسف لكن في الأخير عودنا ذلك بالتأهل إلى المونديال كما أنه لدينا منتخب جاهز للمنافسة منذ النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا ونحن مستعد للمشاركة في المونديال وسنلعب المباريات المقبلة بكل جدية وصرمة استعدادا للمونديال في قطر بوجه مشرف وحول رأيه في الجماهير المغربية قال يمكنني أن أقول إن جماهير مدينة الدار البيضاء هي الأفضل في العالم صحيح في فريق الساندردولياج البلجيكي نملك جمهورا كبيرا ولكن ما شهدناه بالمغرب في آخر اللقاء يبقى الأفضل بكثير ولا يمكن مقارنته بأي كان شكرا